مثال مصري ومثال أجنبي المثال المصري الشركة اللي موجودة دلوقتي وحققت شركة الصوت والضوء خسائر خلال العام المالي الماضي بخيمة 7 مليون جنيه ومن المتوقع أن يقل 4-5 مليون جنيه العام الحالي الصوت والضوء بيعمل خسائر ده سينما رادوبيس في الهرم بيجيب فلوس الصوت والضوء اللي جايله الناس وبدفع بالدولار وحاسب ده البلد بتحط حراسة على الحتة ديت بفلوس أكتر من كده وجبنا ميسي والهرم وأبو الهول والعظم والحد اسمع بقى لينقيتك يذكر أن سبق الشركة بريزمالات تتولى تنفيذ المشروع أن تعقدت على عروض صوت وضوء في برج خليفة بدبي الذي يحقق مبيعات يومية تتجاوز المليون دولار في اليوم وتتوقع وزارة قطاع الأعمال العام أن يحقق المشروع أرباحاً 200 مليون دولار بخلاف 130 مليون ضرائباً ستسدد للدولة خلال فترة تشغيل المشروع المحدد بعشرين عام طب يعني بقدرة قادر أنه كنت بتخسر خمسة مليون وتيجي شركة تعمل مئات الملايين كده طب إيه اللي حصل؟ هو الهرم ده أنت معاك الهرم يا راجل ومعاك اللومض ومعاك الراجل أبو صوت متاليك ده أبو الهول إيه اللي بيجرأ؟ ليه كده؟ ده نموذج مصري علشان بس تعرفوا الرئيس لما كان بيكلم النهاردة وزير قطاع الأعمال